أنهت البرصة المصرية التعاملات على تباين في أداء المؤشرات بضغوط من مبيعات المتعملين المصريين بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء وربح رأس المال السوقي نحو مليار ومائتي مليون جنيه ليغلق عند مستوى 713 مليار وستمائة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ترجع مؤشر اي جي اكثيرت اليوم بنسبة واحد من الماء في المائة وأغلق عند 11 ألف وثلاثمائة ونقطة واحدة في حين صعد مؤشر الشركة المتوسطة والصغيرة اي جي اكس بنتي بنسبة 54 من الماء في المائة وأغلق عند مستوى 1950 نقطة أيضا امتدت الارتفاعات لأي جي اكس هندرد الأوسع نطقا وارتفع بنسبة 48 من الماء في المائة وأغلق عند 2934 نقطة